هاي أصدقائي معكم آنخلة أهلا وسهلا فيكم على قناتي وصفتنا لهذا اليوم من قلب إسبانيا عشقيا الأبدي تحياتي لشعب إسبانيا وصفتنا هي ووجبة غداء متكاملة من الكبدة على الطريقة الإسبانية مع شرائح البطاطس المقلية وكأس من عصير الكرز الشهي وصفتنا هي صحية جدا ومغذية وسهلة التحضير المقادير كما ترونها أمامكم على الشاشة 500 غ من كبدة الدجاج رأس ثوم متكامل لتر من عصير الكرز اللذيذ ملح بهارات حسب الرغبة فلفلة خضراء حارة ثلاث حبات من البطاطس ثلاث ملائق من زيت الزيتون إليكم طريقة التحضير أولا نعمل على تنظيف الكبدة الطازجة ونضعها في إناء عميق بعض الشيء كما ترون نقطع الفلفلة الحارة إلى شرائح خفيفة جدا نفرم الثوم ناعم جدا ونترك أربع فصوص ليتم شرحها من الوسط فيما بعد سأريكم كيف نقطعها جيدا نقطعها على شكل أصابع ويتم وضعها في إناء فيه ماء بارد يحتوي على ملعقة صغيرة من الكركم ليمنحها اللون الأصفر الجميل إليكم طريقة العمل ها هو الثوم المصروم ناعما نضع قليل من الفلفل الأسود رشة ملح ربع ملعقة كمون الآن نضع الفلفل الذي تم تقطعه على شكل شرائح وأخيرا نضع عصير الكرز هكذا نخلطه جيدا يمكن استبدال عصير الكرز بالليمون عصير ليمونة أو ليمونتين يكفي نعمل على تغليفه بالنيلون هكذا ثم نتركه في الثلاجة لمدة ساعتين الآن نأخذ البطاطا أيضا نغلفها هكذا ونضعها في الثلاجة لمدة ساعتين أصدقائي وبعد مرور الساعتين أخرجنا الكبدة والبطاطس من الثلاجة الآن نعمل على طهيها نضع المقلع على النار نضع ثلاث ملائق من زيت الزيتون في المقلع واحد ملعقتان ثلاث ملائق من زيت الزيتون هذه فصوص الثوم التي تركناها هكذا الآن نعمل على تشريحها هكذا فقط هكذا الآن وبعد أن أخذت فصوصا للثوم اللون الذهبي نضع الكبدة في المقلاة على نار متوسطة نحاول تقليبها بين الحين والآخر نرفع النار قليلا نضع الكبدة نضع الكبدة نطف النار ونسكبها في طبق التقديم ها هو طبق الكبدة جاهز تم تزينه بورق من المعدنوس أورق من المعدنوس أحبتي والآن نأتي على قلي البطاطا أولا نضع زيت في المقلاة الخاصة في قلي البطاطا الزيت المستخدم هو للقلي وليس زيت الزيتون لنتأكد من أن الزيت ساخن نرمي قطعة من البطاطا ها هو ساخن نضع البطاطا نضع البطاطا بالتدريج وليس دفعة واحدة لكي لا يبرد الزيت نضع البطاطا وبعد ها هو طبق البطاطا أصبح جاهز أحبتي أما بخصوص المشروب الذي استخدمته فهو عصير الكرز هذا هو فيشنا بالتركي أحبتي وبهذا تكون وصفتنا أو غداءنا لهذا اليوم من المطبخ الإسباني قد أصبحت جاهزة وهو عبارة عن طبق من الكبد على الطريقة الإسبانية وشرائح مقلية من البطاطس ومشروب الفشنا أتمنى أن تكون وصفتي لهذا اليوم قد نالت عجابكم ورضاكم أحبتي جميع المقادير سوف أدرجها لكم في صندوق الوصف وأخيرا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ومشاركة أصدقائكم فيديوهاتي ليصلكم مني كل جديد انتظروني بوصفة جديدة معكم أنخلة باي 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 باي